اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته إلى ألمانيا متوجها إلى العاصمة الصربية بلجراد في زيارة ثنائية هي الأولى من نوعها وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة رئيس السيسي إلى بلجراد ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي أليكزاندر فوتشيتش بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين فضلا عن النظر في سبل التعاون والتنصيق على الصعيدين الدولي والإقليمي كما أضاف متحدث رئاسة أن الزيارة ستشهد أيضا عددا آخر من الأنشطة المكثفة على رأسها إلقاء الرئيس السيسي كلمة في جامعة بلجراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة